مقال كتبوا مدير مكتب نيويورك تايمز في لندن واسمه مارك لاندلر بعنوان مع تزايد عدد القتل في غزة عزلة إسرائيل تتزايد خلاصة المقال قال فيه أن كيفما كانت الأمور كل واحد يموت في غزة كل مجزرة تحدث هناك كل قتل يحدث هناك فإن عزلة إسرائيل تتزايد وأنه لم يسبق لإسرائيل أن واجهت أعطى مثال قال لك إسرائيل أن تواجه 52 دولة في محكمة العدل الدولية بخلاف القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا 52 دولة بالمناسبة مدى انذكرنا هذا الموضوع حتى ما ننساش ونتمنى على المساعد أن يرسل لي مقطع كانت العصابة قبل حوالي أربعة سبيع لما وجهوا لها كثير من الناس بما فيهم أنا لماذا لم تلتحقوا مع جنوب إفريقيا لرفع قضية ضد الكيان الصهيوني قالوا خرجوا بعض بابهم ليقول لأن الجزائر ما عندهاش علاقات مع إسرائيل لا تستطيع أن ترفع قضية ضد الكيان الإسرائيلي أريد من المساعد أن يرسل لي مقطع كان جابوا واحد فلسطيني مرتزق من المرتزقة اللي رام في الجزائر قالت يا الفلسطينيين نرهوا كين فيهم هذوك المرتزقة اللي يأكلوا باسم الثورة الفلسطينية خاصة نجمعة عباس وهذا من جمعة عباس يعني جابوه في ما يسمى بالقناة 24 قناة الدولية كما يسمونها مشروع فاشل آخر يعني من المشاريحهم الفاشلة جابوه قال لك آه سأنا نقول لكم حاجة رأي الجزائر ما رحتش مع جانب أفريقيا لأنه ما عندهاش علاقات مع إسرائيل والقانون لا يسمح لها بذلك طبعا كلام تافه وكاذب ويشاء ربك أن جي قضية أخرى كانت مطروحة منذ 2022 وراهي الآن ترافع فيها 52 دولة ثلث هذه الدول إلي مش أكثر ما عندوش علاقات مع إسرائيل دارك نشوفوا بعضها فيليت المساعدة اللي قالي هذك المقطع انتع الفلسطيني اللي كنا اذكرناه في ذلك الوقت واللي جابوه باش ي باش يدافع ليهم لأنه باختصار بسيط قاعد يأكل في أموال الشعب الجزائري باسمه أنه فلسطيني بينما المفروض كان ذلك المال يروح للفلسطينيين الذين يستحقونه سوف الضفة الغربية أو في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو أين يتواجد الفلسطينيين في المهجر أو في الشتات موسيقى